شهد طريق الاجتنابي لعاصمة الولاية بسا حادث الدهس أكثر من عشرين رأس من الماشية من طرفية مركبة نفعية مما تسبب في نفوق الكثير منها خلال محاولة صاحبها قطع طريق بها للانتقال إلى الضفة الأخرى في حادث وقع حسب شهود عيان بسبب عدم قدرة صاحب الأغنام المرور داخل الأنفاق الصغيرة المستحدثة على مستوى طريق الاجتنابي نتيجة الفيضانات الأخيرة التغطية لسليم مدريد هناك سيدو كتسنكات بشي دخلت في قطعة أغنام ماتت من الأغنام الواهي حوالي 16 أو 17 وحدة فهل مكسورة وفهل ذبحة وفهل ماتت راحت جيفة مول الكتسنكات بشي حتى تنظر مسكين في ذاته الواحدة تيرو نحن نوجه نيدانا للسلطات المعنية بالأمر إنهم يجوا يشوفوا الوضعيات اللي هنا تعد طريقة ذاته تعد طريق اللور هو طريق كبير وديعليه كمين وسميات ونحن عندنا مسلك ريفي بيش الناس اللي عنده قطعان أغنام بشيابطوا لطباية بتاعهم بيش تشرح ما عندهم شوين الحملة تفزد دورك عندنا مسالك من تحت الطريق من هي بصحة معمرة العبد بش يفوت من على الواد من هنا سيرح بش يروح يسرح يفوت على الواد يخاف مسكين